المشهد اليمني يولي إخوة لا يزال النظام الإيراني يمارس دوره التخريبي في المنطقة حتى أصبح عنوانا بارزا لجرائم المنطقة ومثل حقيقة مثلت جرائم الميليشيات الطائفية في سوريا وعبر جماعات إرهابية برزا من هذا كل مشروع طهران في أكثر من مكان ولعله في اليمن أكثر وضوحا في تسليح ميليشيا الحوثي وإرسال الخبراء الإيرانيين مبكرا لتحديث منظومة الصواريخ الباليستية فضلا عن مدهم بأسلحة حديثة عبر الممرات المائية وعبر الجزر حقيقة الموجودة في المحيطات المائية حول اليمن الأمر الذي مد في عمر الأزمة اليمنية وزاد في مآسيها حتى الآن لا زالت ميليشيا الانقلاب تستخدم ميناء الحديدة الاستراتيجي الواقع غرب اليمن في تهريب الأسلحة القادمة من إيران استخدمت الميناء لإطلاق الأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية والسفن التجارية عبر البحر الأحمر وتشير التقارير الدولية أن ميليشيا الانقلاب تستقبل الأسلحة المهربة أخصة السواريخ من إيران في زوارق صغيرة عبر بيناء الحديدة ومنافذ أخرى في البحر الأحمر الميليشيا استخدمت خبراء من إيران وحزب الله في تطوير السواريخ من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة ألم يقتصر الدعم الإيراني للحوثيين على إمدادهم بالصواريخ الباليسية فحسب بل أن التحالف العربي والقوات الدولية ضبطت شحنات أسلحة تقيلة وخفيفة أو متفجرات وقذائف وأنواع أخرى من الأسلحة في العام 2011 ضبطت السلطات اليمنية مركب صيد إيراني أثناء قيامه بنقل تسعمية صاروخ متجه للحوثيين كشف تقرير سري لخبراء الأمم المتحدة ورفع إلى مجلس الأمن الدولي عن قيام إيران بتسليح الحوثيين منذ العام 2009 في العام 2016 صادر الجنش الأمريكي 1500 بندقية و200 قذيفة صاروخية كانت متجهة للحوثيين البحرية الاسترالية صادرت في العام 2016 2000 بندقية و100 قذيفة صاروخية إيرانية كانت في طريقها للحوثيين وكشف تقرير دولي عن موجود خط بحري عبر الصومال لتهريب أسلحة من إيران للحوثيين وتؤكد التقارير عدم التزام إيران بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يحضر على إيران بيع الأسلحة لكن إيران انتهكت القرار عدة مرات من خلال تصدير السواريخ إلى اليمن وسوريا وحزب الله اللبناني عبدالفتغلاب لبرنامج المشهد اليمني اشتركوا في القناة يخوة للحديث عن هذه الموضوعات في هذه الحلقة يصور من أن يكون معنا المحلل السياسي والباحث حقيقة بشأن السياسي اليمن يا دكتور رجيب غلاب مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك ومساء الخير والعافية دكتور الحديث عن الحقيقة العبث الإيراني فيما يتعلق حقيقة بتزويت الميليشيات في أي موقع حقيقة في العالم العربي بل أسلحة ودفعها نحو حقيقة المآسي هذا أمر نصبح حديثا يعني ماضيا وليس ماضيا وإنما هو مؤكد حقيقة وليس محل النقاش ولا بحث لكن الآن الآن يعني إضالة أمد الأزمة اليمنية نتيجة فعلا لهذا المدد بالأسلحة بالإضافة للمقزون السلاح الذي أيضا هم حصلوا عليه الآن أنا أريد تعليقك حقيقة على استمرار فعلا استمرار إيران في تغذية فعلا الموت في اليمن أولا الاستراتيجية الإيرانية فيما يخص دعم وكلاءها تبدأ أولا بتكوين النواه الصلبة هذه النواه الصلبة تبدأ في خلق مشاكل مع الدولة ومؤسسات الدولة لخلق مظلومية ثم بعد يعني تمارس سياسات إرهابية مكثفة وتخريبية لإضعاف الدولة إضعاف الدولة يساعد ويسهم في تنمية التكوين أو الوكيل الذي تدعمه وأثناء هذا الصراع يتم إعداد وتدريب كثير من الأشخاص التابعين لهذا الوكيل والأفراد ثم تدعمهم بالمال والسلاح حتى يتمكنوا من السيطرة على جغرافيا محددة تصبح المنطلق الأساسي للتوسع والانتشار وهذا ما حصل وأثناء تأسيس أي وكيل لا بد من حروبه في فكرة الحرب وتصدير الفوضى والتخريب أثناء بناء الوكلة في الدول العربية تعتبر هي الاستراتيجية الثابتة لدى إيران وتخلق صراع مع هذا الوكيل صراع مع المجتمع وصراع مع الدولة بحيث أن تتمكن من خلق النواة الصلبة القادرة على إدارة المعارك طويلة المدى وهذا التجربة جاءت من تجربة إيران نفسها عندما استولى الخميني على الحكم في إيران كان يبحث عن حرب هو لم يتجه إلى باكستان ولم يتجه جهة الاتحاسف سابقا وإنما اتجه جهة العراق فكانت الحرب هي أداء من أدوات تثبيت وتجذير النظام الإيراني أصبحت الحركات لما تراقب حزب الله ودخل حتى في نزاع وصراع مع الشيعة أنفسهم مع حركة أمل وتبنى عملية تصفية كثير للشيعة الرافضين لفكرة ولي الفقية والتكوين الجديد الذي يوالي إيران نفس الكلام ممكن ينطبق في العراق على الحركات التابعة لإيران أيضا في اليمن فشلت في البحرين في سوريا أصبح حزب الله وهو الامتداد العامل بالنسبة لها ثم تحول هؤلاء الوكلة إلى أدوات وشبكات مترابطة تعمل بنسق واحد وبدعم متكامل بما في ذلك التدريب التأهيل الدعم اللوجستي تهريب السلاح مختلف الأمور التي تساعدهم على أن يكونوا قادرين على التحرك والسيطرة والهيمنة سنجد في لبنان مثلا حزب الله اليوم تحول إلى مركز أساسي للخمينية وهو من أنشأ وكون وربى وتابع وأهل ومن يدعم أيضا اليوم الحركة الحوثية في اليمن وهو يتحرك أيضا في لبنان في البحرين خلايا تنشطر بعضها من بعض صحيح ويشتغل في العراد وهو من يدير معركة إيران في سوريا وهو من يستقبل الميليشيات التي ترسلها إيران ويعيد تنظيمها وإدارة الحرب من خلالها وكانوا في اليمن هم خططوا أن يستولوا على النظام بشكل كامل في اليمن بعد أن تم ضعافها من خلال حروب الحروب الستة السابقة هذه الحروب كان الهدف الأساسي منها هو إنهاك النظام وبناء الحركة وتكوينها وورا كل حرب كنا نتفاجئ أن الحركة الحوثية أصبحت أقوى من قبل الحرب حتى تمكنت من الوصول إلى صنعة بعد أن تم شرعنتها في محلة الاحتجاجات فهمت حديثك دكتور في البدء أنه عندما تتشكل النواة الأولى وترعى وتصبح صلبة كما أشرت إليها القاعدة أنه تجي الخطوة الثانية هي حرب هي مواجهة صحيح يعني هل لفهم منها أنه هي الخطوة الأولى لتعميق الخلاف وشرخ في المجتمع الواحد هو هذا الهدف يعني هذا هو الخطوة الثانية بعد إيجاد هذه القاعدة وهذا ضمانه لاستمرار الإنقسام والمواجهة بالضبط هذا هو الهدف الأساسي استمرار حالة الإنقسام الداخلي يعني إنقسام طائفي ومش فقط حتى طائفي حتى إنقسام اجتماعي حتى إنقسام اجتماعي داخل الطائفة الواحدة نعم نعم فنجد أن الحوثية يعني هي داخل مثلا البيئة الزيدية وربما أنا أقول وأنه 80% إلى 90% ربما من التكوين الزيدي ليس مع الحوثية ويرى أنها تكوين غريب وتكوين مرتبط بالأجندة الإيرانية ولديه طموحات مرتبطة تاريخيا بما يسمى حكم الآئمة في اليمن الذي سقط في 62 في الثورة 26 ستمبر وأغلب هذه اليغرافية كانت خلقاً خرطت في بنية النظام الذي أسس بعد 26 ستمبره النظام الجمهوري ويعتبرون أن الحوثية أصبحت يعني هي امتداد تاريخي لحكم الآئمة وبالتالي في حالة رفض هذا واحد أيضاً رافضين طريقتهم في إدارة يعني في مسألة شرخ الشرخ الاجتماعي التي تحصل التي أحدثتها الحوثية فحروبها الأولى هي داخل الجغرافية الزيدية لم تخرج خارج الجغرافية الزيدية أغلب حروبها كانت داخل الجغرافية الزيدية وبالتالي أيضاً هي حاربت أيضاً حتى الدولة التي كانت تحكم حتى يعني دولة الجمهورية أغلب من كانوا يحكم وهم كانوا ينتموا إلى الجغرافية الزيدية يعني ولم تكن هذه قضية لليمنيين نهائيا لأنه لم يعود المذهب هو المحدد الأساسي في مسألة أنه نصارع من يحكم لأنه ينتمي إلى المذهب كان هنا لأنه طبيعة النظام ألغى فكرة المذهب الحوثية بعثت المذهبية وبالتالي أصبحت الحوثية أداة انقسام داخل المذهب الزيدي أداة انقسام داخل اليمنيين بين المذهب الأخرى أيضا أداة انقسامية أخرى لا تعيش ولا تنمو ولا تتمكن من بناء قوتها إلا على أساس زرع حالة من النزاع الدائم داخل المجتمع اليوم في هذه المرحلة استمرار الحرب ما زال الخيار الأول والأساس للإيرانيين في اليمن هم يعتقدون أن الحركة الحوثية لم تتمكن من إلقاء القبضة النهائية على كل مدخلات القوة في اليمن حاليا على الأقل أيوة حاليا وبالتالي هم مقتنعين أنه أي عملية السلام أو حل سياسي التكوين الحوثية وتكون ضعيف وتكون محاصر حتى اليوم محاصر داخل الإنقلاب شعبيا هو يمتلك قوة عسكرية قوة أمنية ميليشاوية مراكز السيطرة والتأثير بيده لكن من ناحية شعبية هو معزول ربما الطرف الإنقلابي الذي يشكله صالح وجماعته هم أقوى شعبيا ربما بمراحل من الحوثية وهذا مخيف للحوثية لذلك الحرب بالنسبة لهم هي ما زالت مطلب أساسي ولا يمكن يقبلوا أي حل سياسي نهائيا في ظل الأوضاع الحالية هم يعتقدوا أنه حتى بسبب أنه وصلوا إلى الحكم وتمكنوا من المؤسسات واختطفوها بالذات في صنعه عبر عملية إنقلابية تحولوا أمام الشعب إلى سلطة السطو وهد واليمنين بلا استثناء عندما تقول لحوثي يعني لص أصبح هكذا يأتي في ديناء هذه الصورة الدينية التي تعطي أنه واحد لص يمثل الإمامة وعبارة عن واحد لديه سلاح أختطفت دولة والآن يمارس كل أنواع مدعو من الخارج ومدعو من الخارج وأصبحوا اليمنيين بلا استثناء لديهم قناعة أن الحوثيين ليسوا إلا أداة إيرانية نتيجة سلوكهم شعاراتهم طريقتهم في التعامل الآليات السطو التي يتبعوها على المال العام وعلى المؤسسات وبالتالي بالنسبة للحوثية تعتقد وإيران تعتقد أن إيقاف الحرب هو نهاية للحوثية وبالتالي لن يوافقوا على أي حل سياسي اليوم هم ما عدوا مش الليون يتصارعوا اليوم فقط مع الشرعية اليوم يريدوا أن يفجروا حرب مع حليفهم في داخل الدائرة داخل الدائرة نفسها ويريدوا أن يفجروا صنعا تهديد اليوم فيه تهديد اليوم يهددوا بأنهم سيفتحوا ملفات ويعودوا تاريخيا للحرب الستة السابقة لماذا؟ الاتجاه باتجاه تفجير الحرب تفجير الحرب داخل صنعا لأنه يرى أن الإيرانيين اتبعوا استراتيجية أيضا أخرى فيما يخص تدمير وإضعاف الحواظر العربية أضعفوا دمشق بسبب طريقتهم في إدارة الصراع واصراع مع الشعب السوري ودعمهم خربوا سوريا التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي اللي أعاق السوريين من الوصول إلى السلام في العراق خربوا الحواظر العربية كلها داخلها صحيح حتى الحواظر اللي يحكمها الشيعة نفسها في البصرة في العراق أصبحت مدمرة ذات البعد العربي وهم الشيعة اللي يحكمون ذات الهوية العربية كلها ذات الهوية العربية الآن حتى في سوريا كلام مكابل في سوريا في عرب يعني حماحة لا بل أي المدن كلها دميرات أيضا في المنامة أرادوا أن يخربوا صحيح يريدوا أن حتى القاهرة في أثناء الصراعات والربيع العربي حاولوا يدفعوا بالتجار الآن صنع مستاذك الآن تعز تم تخريبها صعدة حتى صعدة نفسها لحكومات تحولت خلال الحروب الستة إلى دمار يعني الحوثية دخلت المدن المختلفة ما وصلت مدينة إلا خربتها خربتها يعني وشوهت الذهنية العامة لليمنيين بشكل عام الآن يريد صنع لأنه صنع ظل التحالف الشرعية ضرباتهم محدودة على المعسكرات وعلى الأماكن المحدودة العسكرية وصنع لما تدخلها اليوم تعج بالحياة كأنه لا يوجد حرب نهائية يعني الحركة الحياة موجودة الحوثية الآن والإيرانيين يريدوا أن يفجروا حرب داخل صنع لتدمير هذه الحاضرة العربية الأخرى في اليمن وبالتالي مجموعة الصالح يحاولوا بشكل أو بآخر أن يقدموا التنازلات يحاولوا أن يداروهم أيضا في جناح حوثي أيضا خلينا علشان نكون صريحين في جناح حوثي أيضا جناح يحاول أن يحتوي صالح يحاول أن يحتوي لكن إذا لم يتمكن من احتواءه سيفجر الصراع معه الجناح العقائدي داخل الحركة الحوثية واللي تديره يعني الأطراف الشيعية الاستخباراتية ربما هي تحاول بشكل أو بآخر أن تحتوي قوة صالح لكن لا تريد أن تحتوي بشكل هادئ وفق توازنات يريدوا أن يحتوي من خلال عملية من خلال حرب أهلية داخلية داخل أطراف يعني المستهدف أن ينهى هذا الطرف هم يعتقدوا أن الحوثيين لن يتمكنوا من الحكم مادام صالح وجماعته يمتلكوا هذه القوة الشعبية وهم شركاء أساسيين داخل الإنقلاب أشياء الأهم أن هناك تناقضات عقائدية فيما يخص الجانب السياسي العقائد السياسية لمؤتمر صالح هي عقائد النظام الجمهوري في 62 وهذا نظام وهذا النظام يتناقض بشكل كامل مع فكرة الولاية الدينية والسياسية للحركة الحوثية وبالتالي فكرة تأسيس ولي فقي الإيراني بعض الأطراف الحوثية يقلوا يؤسسوا جمهورية خمينية بحيث يكون ولي فقي ونفس النظام الإيراني لكن يكون ولي الفقي غير حاكم لكن مسيطر بشكل كلي على مداخل يعني يخشون علي عبدالله صالح حتى لو تحولت الأمور لو تحولوا هم إلى مسار سياسي لو تحولوا إلى حزب سياسي لو اندمجوا في مثلا في النظام الشرعي وتراجعوا يخشون من يعني منافسة هذا التيار الذي يقوده علي عبدالله صالح في المستقبل حتى كذا هم الآن يريدوا أن ينهوه صحيح هم يريدوا عندهم طريقين يعني أما الإنهاء أو الإحتواء والإنهاء سيقود إلى حالة من الحرب والتفجير والإحتواء القسري أيضا الإحتواء القسري يعني إجبار صالحه جماعة على أن يكونوا خاضعين للحركة الحوثية أيضا هذا سيقود إلى حالة حرب وبالتالي يعني الحوثية وإيران لا يديروا اليوم فقط حرب مع التحالف وعلى الحدود ولا مع الشرعية الآن يريدوا الإيرانيين أن يفجروا حرب داخل صنعة نفسها لتدمير صنعة الحاضرة العربية وبالتالي أنا أقول أنه جماعة الصالح ربما هم أكثر عقلانية في إدارة الصراع مع الحوثية لكن ربما تأتي اللحظة أنهم يصبحوا غير قادرين على الاحتمال وبالتالي سيكون هناك مواجهة لكن جماعة الصالح أيضا حسب ما أتابع إعلاميا أنهم رافضين أن يديروا حرب في صنعة وإذا داروا حرب في صنعة مع الحوثية سينسحبوا إلى خارج صنعة ثم تبدأ المعارك مع هذا لأنهم يشعروا بمسؤولية جهة العاصمة التهديد هذا بالأمس كان يعني جدية مدى جديته وهو ضغط على علم الصالح أو أنه فعلا سيفتحوا ملفات صالح كلها وملفاتهم هم في الحروب السابقة يعني يعني بسبب حالة الفساد المكثفة التي صنعتها الحوثية خلال بعد انقلابها وحالة الغضب الشعبي وغضب الموظفين وعدم تسليمهم للرواتب وفشلهم في إدارة هذه المؤسسات تيار صالح يحاول أن يجعل هذه من إحدى الأوراق الضغطة عليهم على الحركة الحوثية فالحوثية تهدد أيضا بفتح كل ملفات صالح خلال حكمة ليس فقط خلال الحروب الستة بل خلال الحكم خلال الحكمة لمدة 33 سنة حتى قبل الثورة وهذا تدل أنه في مؤشرات واضحة للحركة الحوثية أن لديها رغبة في التخلص من صالح وجماعتها ويبدو لي أنه هناك جناح أيضا حوثي داخل المؤتمر يستعد لما بعد التصفية لكي يحتوي هذه القوة الشعبية التابعة الحزب المؤتمر المؤتمر الشعبي الحام لكن يبدو لي أنه المؤتمر أكثر يعني فهما لطبيعة الصراع وأعتقد أنه الحوثية لن تتمكن من احتواء رغم حالة الحصار المفروضة عليه يعني المؤتمر الآن مؤتمر صالح لا يوجد لدي أي تواصل مع أي طرف دولي ولا طرف إقليمي ولا حتى مع الشرعية وبالتالي هو يعاني من حالة حصار داخلية وخارجية لكن بسبب كتلتها الشعبية وتجربتها الطويلة والقوة التي يمتلكها أيضا ما زال لدي قوة عسكرية ويعني أغلى موظفية الدولة أيضا كانوا أعضاء داخل هذا الحزب كثير من أيضا من العسكرين اللي تركوا المعسكرات أو حتى اللي ما زالوا يقاتلوا أيضا ولاءهم بشكل أو بآخر باعتبارهم عقائدهم السياسية قريبة من المؤتمر ربما موجود صحيح أن الحوثية الآن أشترت ولاءات كثير من الضباط أعادت تنظيم دورات تدريبية للضباط أيضا ضباط الداخلية وضباط الأمنين والعسكريين لكن بالأخير بمجرد أن تضعف الحركة الحوثية وتهتز قوتها أو ينطفض مؤتمر الداخل أنا أعتقد أن الحوثية ستصبح أمام مأزك كبير لكن هذا لا يعني أنه لا تملك قدرة على إدارة حرب طويلة وهذا هي القصة الأخرى التي تعمل عليها إيران تبني ميليشيات قوية لا تتمكن من الحكم ولا تتمكن من تنظيم الحياة وإنما وظيفتها الأساسية إلى إدارة عمليات تخريبية تؤدي إلى إنهاك الدولة وإنهاك الحواظر العربية يعني إطالة تمد للصراع فقط هو هذا أنا أعتقد أنه ما زال من الأهدافهم الجوهرية استمرار الصراع ولن يتوقفوا أيضاً هذا البنية التي شكلتها إيران هي نفسي تركيبتها النفسية أيضاً هي تركيبة عدائية ضد اليمن وضد الجمهورية أو النظام المؤسس وهم يعتقدون أنه في 62 حصل خطأ وأنه أديرة حرب خلال 50 سنة ضدهم وأنه كل القوة الموجودة في الساحة هذه قوة جمهورية ترفض حكم الولاية وحكم الولاية هي حكم مطلق شامل يعني ربما أقوى من فكرة يعني من أيديولوجية ولاية الفقي كما كتبها كما يعني سوقها حسين الحوثي واليوم هم يحتفلوا في صنعة يعني بهذا اليوم أنه يوم هذا الولاية ويعتبروا من لا يؤمن بالولاية شيطان شيطان حتى أيا كان وبالتالي هذه حركاته شيطن المجتمع وهذا شيطنة المجتمع هي أشد تطرفهم من فكرة الحاكمية حق صيد قطب يعني هذا هو ما فوق التكفير يعني ما بعد التكفير بمعنى أنك مؤمن بالولاية لكن لا ترضى بها وبالتالي أنت أشبه بإبليس الذي لم يسجد لآدم وعلى اليمنيين أن يسجدوا لنا بقبولهم بالولاية هذا الفكرة أيضا تخلق حال الصراع داخل المجتمع اليمني والإيرانيين يدركوا أن هذه الفكرة أو هذه البذرة أو هذه العقيدة السياسية الكهنوتية لا يمكن إلا أن تنتج حروب دائمة ومتناسلة وبالتالي هناك أطراف يمنية واضحة أصبحت تطالب بتجريم الحوثية ليس كتكوين اجتماعي وإنما كأيديولوجية كهنوتية عدعية أيضا كأيديولوجية كهنوتية لأنها تتناقض بشكل كامل مع الدستور والقوانين الجمهورية اليمنية وأيضا كميليشيا لأنها تكوين ميليشياوي خارج إطار الدولة لا وظيفة له إلا خدمة السلطة السطو والهدم والتحويل إلى مافيا وإنتاج حروب تدمر بلادنا ولا تمكننا من بناء دولة بشكل سريع كيف تشوف الخلاف الآن القائم بينهم؟ يتجه هدعين؟ أنا أعتقد أن هذا الخلاف يتجه باتجاه التصعيد وأنا أعتقد لو المنظومة الدولية والإقليمية وأيضا الشرعية يتمكنوا من فتح أبواب أو نوافذ لمؤتمر صالح وأنا لا أتحدث هنا عن صالح بشكل مباشر المؤتمر الشعبي؟ المؤتمر الشعبي العام نوافذ أنا أعتقد أنه سيكون رهان مهم ليس فقط من أجل المؤتمر بل حتى من أجل القضاء على هذه الحركة وإنهاء هذا الإنقلاب والوصول إلى حل سياسي لأنه المؤتمر الشعبي العام حتى المؤتمر الداخل بالنسبة لها السلام هدف أساسي وجوهري ومطلب وسبب صراع الحوثية وضغوطهم على صالح أنهم طرحوا مبادرات سلام رغم أننا نرفضها في الشرعية لكن المؤتمر يعتقد أنه أي حرب وأي فوضى واستمرار هذه الحرب يؤثر على اليمنين ويؤثر عليهم لأنهم بنوا مصالح خلال فترة السابقة يخافوا ويخسروها وتعاملوا مع هذا التكوين تكوين لصوصي أيضا ينظر إليهم أن لديهم ثروات وأملاك وكذا يعني كلص يرى هذه الأملاك لا بد أن يستولي عليها وبالتالي يسعى باتجاه تفجير حرب معها أو لا كمفجر مع التيارات السابقة شكرا لك دكتور الله يزال سلامك الله إذن شكرا يلقى خالي طيفي في هذه الحلقة من المشهد اليمني الدكتور نجيب غلاب المحلل السياسي والفاحث السياسي والمشهد اليمني تحية لكم من فريطة برنامج المشهد اليمني ولتقيكم إن شاء الله تحية لكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة